اشتركوا في القناة حيث نقل الى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم فيما كلفه الملك المفدى بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق تحقيق المزيد من التطور والازدهار وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالمبعوث الروسي واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين مشيدا جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه هذه العلاقات على الصعود المختلفة وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية مؤكدا جلالته تطلع مملكة البحرين لفتح افاق ارحب للتعاون والعمل المشترك مع روسيا الاتحادية وتطويره على كافة المستويات بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين كما اعرب جلالة الملك المفدى ايده الله عن تقديره لروسيا الاتحادية على هذه المشاركة الفعالة في معرض البحرين الدولي للطيران والذي يعكس تميز العلاقات البحرينية الروسية مؤكدا جلالته على الدور الهام الذي يمثله معرض البحرين الدولي للطيران في اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة في عالم الطيران والملاحة الجوية كما اشهد جلالة الملك المفدى بالدور الفاعل الذي تطلع به روسيا الاتحادية بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين على الساحة الدولية وحرصها على تعزيز الامن والسلم العالميين من جنبه اعرب المبعوث الروسي عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى على ما يبديه جلالته دائما من حرص واهتمام على تطوير علاقات البلدين الصديقين مشيدا بمعرض البحرين الدولي للطيران وبما وفرته مملكة البحرين من كافة الامكانيات والتسهيلات الكبيرة لانجاحه وبالمشاركة الواسعة من مختلف الدول وشركات الطيران العالمية الرائدة شكرا